نورتن تيريم نورتن تيريم هي تقريبا تشبه ثبنث تيريم يعني مكافئة لإلها الفكرة مكافئة لإلها إلا الاختلاف شوفوا بيناتهم هون نبدل الدائرة اللينياري بكرن سورس ورزيستنس كرن سورس ورزيستنس مع الكرن سورس ورزيستنس بكون على التوالي بينما تيفنس كانوا نبدلها بولتج سورس ومقاومة على التوالي يعني نكونوا في بالكم هاي المعلومة نلاحظتوا تيفنس هي بولتج مع مقاومة على التوالي هون بدلناها كرن مع مقاومة على التوالي هذا هو الفرق بيناتهم وعفكرة منقدر نحول بيناتهم يعني الأستاذة ممكن نجيب لكم بالاختبار نورتم تقولكم حلول إياها بعدين نحولول إياها نفسها تحول عادي نفس فكرة برضو سورس ترانسفورميشن نفس الفكرة هلأ بنحولها آي إن اللي هو هذا الكرن شورت هو مفتر التيار في التيرمينال الخاص فينا اللي هو هون هون طبعا نعمل إحنا شورت سيركت لحظة شوي إحنا هون نقدر نعمل هيك عشان طلع الكرنة رح نعمل شورت سيركت هون فبصير آي إن شو بيساوي آي شورت سيركت التيار اللي ماشي عندنا أوكي فبتساوي نفس القيمة أمني وبالأصل آي إن بالأصل شو بيساوي بالأصل في ثيفنس على آر ثيفنس مع فكرة لأنه آي بيساوي الفولت على الريزيستر وأصلاً آر نورتون بيساوي آر ثيفنس مع فكرة يعني هاي معلومات هكا عم بغطيكم إياها بالبداية الآر نفس فكرتها نفس فكرتها السابقة في الثرم السابقة بروح بلغي كل المصادر الطاقة عندي الكرن سورس والولتر سورس كله الانديبندانت كلهم بلغيهم من عندي وبطلع قيمة الآر للنورتون هي قيمة الآر للنورتون نفس فكرة نفس قيمة الآر لثيفنس نفس الإشي نفس الإشي ما بيختلف هلأ لو بطلع آي الآي الآي عبارة عن بي على آر 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 الآر الثيفنس وآر النورتون نفس بعض طب الفولتج من ما بجيبها؟ بجيبها زي نفس النظرية السابقة نظرية الثيفنس بجيب الفولتج وبطلع الآي بطحة الفكرة يعني ما تتخربطوا تحسوا إنه فيه إشي أو إنه إشي غريب لأ هي الآر نفس ما كنا نحلها سابقا قبل الآر فقيمة الآر متساوية ما رح تتغير طبعا إحنا هون بما إنه كرن فمدور على الآي أوكي الآي كيف بطلعها في على آر بجيب الفي الثمنز اللي اتعلمتها قبل شوي والآر اللي اتعلمتها قبل شوي كمان آر الثمنز أو آر الان نفس المعنى أوكي نفس المعنى واضح ومطلع الجواب المحتاجينه هلأ بس بدأ آآ زي ما اتفقت أنا وياكم آي الان كرنت هو بساوي كرنت الشورت سيركت لأنه رح نعمل شورت سيركت وهي نقطة أساسية على فكرة بس نجي نحل أوكي بعدين عندي آر الثمنز بتساوي آر الان بشان تكونوا عارفين آآ واضح وعندي كمان آآ الفولتج تبع الثمنز يساوي الفولتج تبع الأوبن سيركت إذا صار عندي أوبن سيركت آآ قواعد أساسية وعندي كمان آر الثمنز عشان تكونوا بس عارفين هم هادو الأشياء تساوي فيه على مين على آي هاي بساوي فيه شورت سيركت على آي أوبن سيركت ونفسهم بساوي آر الان هادو زي مسلمات علمية قواعد أساسية ممكن مش مذكورة عندكم هون يعني هون مش مذكورة بس هي موجودة يعني اللي بدي إياكم متميزوا الفرق بينه نورتون موثمنز الثمنز من فولتج ومقاومة على التوالي النورتون كارنت ومقاومة على التوازي هاي أهم نقطة عنا نيجي هون معطينا هاي الدائرة حلو هاي الدائرة بحكي لي شو فانده نورتن إكوبلانت سيركت ان ذا فيجر بدي الدائرة المكافئة لها في النورتون يعني شو بدي الدائرة المكافئة بها في النورتون بدي يشوف الكرانت ويشوف هاي المقاومة شوف هاي المقاومة كان من قيمتها وهذا الكرانت كان مقيمته هاد اللي بقصده شو بتدي فيه طيب عشان أطليع المقاومة تتذكر شو كنا نعمل كنا نلغي كل مصادر الطاقة صح فهاي تصير هيكي شورت سيركت وهي خلاص نلغيها تصير open circuit صح ولا أنا غلطانة هاي تلتغ هيك خلاص وهي نعملها هون خط مزبوط مزبوط هاي كنا نعملها ونجد المقاومة هايها هاي الرسمة طب هلأ بدنا نجد المقاومة لإلها لو نلاحظ ان هاي التمانية عالتوالي هاي نقطة هون مع مين مع الاربعة والاربعة عالتوالي مع التمانية وراح يجي يعني رح تصير عندي هدول عالتوالي تمانية زائد اربعة زائد تمانية تمانية زائد تمانية ستعة زائد اربعة عشرين رح تصير هيك الشكل هيك 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 هاي خمسة هون خمسة اوم هاي عشرين اوم هادول شو ما صاروا عالتوازي مزبوط هادول صاروا عالتوازي كيف منطلع التوازي عشرين ضرب خمسة على عشرين زائد خمسة مش هيك بناخدها عشرين ضرب خمسة كام مية على عشرين زائد خمسة خمسة وعشرين مية على خمسة اربعة اوم اوكي هاي مقدار مين هاي مقدار ار ان هين طلعتها ار ان هايها ار ان المقاومة الكلية هي عبارة عن شو نلغي مصادر الطاقة ونشوف قيمة المقاومات كلهم فطلعت هندي مقدارها اربعة اوم طيب عم طلعنا هاي اربعة اوم نيجي هون ننطلع مين هلأ انا نطلع الكرانت لانه انا بدأ اطلع ال اي ال اي ان وال ار ان ار نورتون و اي نورتون نطلع الكرانت عشان نطلع الكرانت شو بعمل بعمل هون شورت سيركت لازم هدا ضروري اني هدا شرط حكيت لكم ايا قبل شوي هون هيك هون شرط لازم تعمل شورت سيركت عملنا هون شورت سيركت هدا هدا شرطها بس تعمل هون شورت سيركت اوكي هلأ ونطلع قيمة التيار بدأ اطلع اول اشي قبل ما ابلش في ها في هذا الجزء واحكي معلومة بدأ اطلع اول اشي لحد هاي كرانت كرانت صح اذا قيمت التيار هون بشو بساوي قيمة الكرانت اذا اي واحد تساوي اثنين امبير والسهم طالع الى الاعلى فبكون موجب صح سهم طالع الى الاعلى فبكون موجب اثنين امبير اي واحد هينطلع الكرانت لمين لهاي المش طب هاي المش شو قصة هدا السهم اللي حاطط لي اياه هون شو قصة انا بحكي لكم شو قصة هلا هو بالعادة لما يجي التيار هون بس تغير اللون عشان يكونوا واضح حكا نجيبوا فاقعة شويلة لما يجي التيار هون انتو بتعرفوا انه بتوزع هيك بروح هيك صح بس بحاي الحالة ما بنزل هيك لانه هو لما صار في عندي هون شورت سيركت هو هالطول بتتجه بهذا الاتجاه طبعا هاي قاعدة علمية يعني اوكي يعني هي قاعدة علمية بيجي هون عندنا شورت سيركت فبيجي بهذا الاتجاه وبنزل هون فما بنزل هون نهائيا فهاي تلتغى ولا كأنها موجودة المقاومة ابدا ما فيها كرنت خلاص راحت لانه كل التيار بنزل هيك على الشورت سيركت الموجودة هون اوكي على الشورت سيركت الموجودة هون ببطل ييجي هون نهائيا فيها عنا مااش الحال فهذا ولا كأنكم شايفينه فبتصير هاي كلها على بعضها مش وحدة لما صارت كلها على بعضها مش وحدة دي نطلع لها المعادلة سلب 12 زائد 4 آي 2 ناقص آي 1 زائد 8 آي 2 هون كمان زائد 8 آي 2 هاي ولك إنها موجودة راحت خلاص راحت ما فيها لا تيار ولا فيها شي ميتة ما فيها شي انتهى موضوحها فما بشوفها يساوي كم يساوي صفر تعالوا نزبطها المعادلة صفر عنا 12 زائد 4 آي 2 ناقص 4 آي 1 زائد 8 آي 2 زائد 8 آي 2 تساوي صفر 8 زائد 8 آي 16 آه 16 زائد 24 20 20 آي 2 راح تصير عنا اوكي لما جمعناها 22 آي 2 ناقص 4 آي 1 ناقص 12 اوكي نشوف المعادلة هاي عشرين آي 2 ناقص 4 ناقص 12 بساوي كم بساوي صفر هلا آي 2 واحد كم طلعت مع آي 2 أمبير بعوض فيها عشرين آي 2 ناقص 4 باتنين ناقص 12 تساوي صفر عشرين آي 2 ناقص آسفة 8 ناقص 12 تساوي صفر ناقص 12 آي 2 ناقص 20 هاي مشموحة عشرين آي 2 ناقص 20 يساوي صفر عشرين آي 2 منودي العشرين على الجهة التانية بتصير تساوي عشرين صح؟ منقصم على عشرين منقصم على عشرين بتصفي آي 2 شو بتساوي واحد اوكي آي 2 تساوي كم؟ واحد أمبير طيب ما هي آي 2 اللي هي أنا بدأجدها هون اللي هي واحد أمبير هي نفسها الآي short circuit اللي هي نفسها آي الان صح؟ هي نفسها هي نفسها هايها هايها اللي جاي بهاد الطيار بهذا المش مصبوط كيف وجدتوا آي ان شفتوا ما أسهلها؟ أراجعكم فيها النورتن على الأخي يعني بسرعة النورتن النورتن عشان نعملها من نجيب current source وresistant ايش؟ على التوالي على التوازي على التوازي أوكي على التوازي كيف بطلع resistance؟ بلغي كل مصادر الطافة وبطلع قمد الresistant كيف بطلع الكرنت؟ بطريقة المش العادية طريقة المش اللي إحنا متعاودين عليها بس نرسم الرسمة بمطلع قمد الكرنت هاي يمكنني معلومة أول مرة بصادقها بالشرح عندكم إنه بما إنه هون عنا شرطة circuit فبتلتغل هاي المقاومة يمكن حكت سابقا ناسي بس يعني إنه لا أذكر إني أنا شرحت زي هيك أوكي ماشي الحال وطلعنا الكرنت بالطريقة العادية بالمعادلتين وحلينا المعادلتين وطلع معنا الجواب هذا بالنسبة للنورتن